اشتركوا في القناة بمئة وخمسين نقطة أساس قال بيان المركزي إن خفض الفائدة جاء نتيجة لاستمرار تراجع معدلات التضخم حيث سجل سبعة ونصف المئة في أغسطس ليبلغ أدنى مستوى منذ أكثر من ستة أعوام على كل إن إذا ما تحدثنا عن آلية تخفيض أسعار الفائدة لدى البنك المركزي هذه أطول سلسلة أو نسبة خفض متتالية منذ تعويم الجنيه المصري نحن الآن بنتداول مقابل الدولار عند الستاشر ثلاثين دعونا نقنضر على المؤشرات المصرية صباح هذا اليوم في أول جلسة لهذا الأسبوع نرى فيه ارتداد جيد اليوم ثلاثة فصلة خمسة في المئة بعد الخسائر التي منيت بها الأسواق على مدار الأسبوع الماضي لما لا أسأل ضيفي الذي ينضم إلي مباشرة من القاهرة إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول تداول أوراق المالية إيهاب دعنا نبدأ بالخبر الأبرز أو الحركة القوية اللي بنشوفها على أسواق المصرية برأيك لماذا؟ وهل سوف تستمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني مما لا شك فيه طبعا أنه هو الخبر أو السبب الأساسي عفوا هو موضوع خفض سعر الفايدة للمرة التانية على التوالي على اعتبار أن دي بتبقى بنقول عليها إشارة من الإشارات المهمة جدا عندنا في التحليل الفني بنقول عليها خفضين متتاليين لسعر الفايدة وبعدها بيتبعها ارتفاع قوي في سوق الأسهم بالإضافة طبعا لمرور للطرابات اللي حصلت على مدار الأسبوع الماضي دون أي أزمات والحمد لله فده طبعا مما لا شك فيه ألقى بزلاله على أداء السوق بجلسة النهاردة وحصل الارتفاع القوي لكن خلينا برضو نقول أن من أسبوعين فقط كان الجميع بيتوقع أن البنك المركزي سيقدم على خفض أسعار الفايدة لكن يمكن مع نص الأول من الأسبوع الماضي بدأت إلى حد ما هناك البعض شايف لا ممكن يبقى فيه تثبيث ممكن يبقى فيه خفض وبدأت تتباين الأراء نسبيا نظرا للتراجعات الحادة اللي حصلت في سوق الأسهم وتخرجات الأجانب بشكل كبير جدا في جلسة الأحد فبالتالي ده ممكن يكون يعني إلى حد ما وضع البنك المركزي فيه حيرة من أمره على اعتبار أنه مش هيقدر ياخد المغامرة أو أنه يخفض سعر الفايدة وبالتالي يشكل ضغط أكبر على الجنيه ويتراجع العائد عليه وبالتالي يبقى أكثر إغراءا لخروج المسلسمرين الأجانب بالإضافة إلى احتمالية ارتفاع سعر الدولار إذا ما خرجت الأجانب بالفعل وبدأ الطلب يزيد على الدولار لكن البنك المركزي الحقيقة أرسل رسالة قوية جدا في الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس أعلن مباشرة على خفض أسعار الفايدة وده أول مرة تحصل أنه يعلن الساعة الرابعة كل مرة تبقى الساعة ستة أو سبعة مساء لماذا برأيك؟ لكنها كانت إشارة مهمة جدا على أن زي ما قلت هي إشارة مرسلة للمسلسمرين الأجانب والسوء بشكل عام أن الوضع غير مقلق وأن المسألة مسيطر عليها تماما وبالتالي مفيش ما يدعو أن المركزي غير سياسته التوسعية التي انتهجها بالاجتماع السابق وده كانت رسالة بانت أثرها في جلسة النهاردة بشكل واضح مع الارتفاع الكبير اللي حصل في السوق لكن طبعا مش عايزين ننسى لو إحنا بقى هننظر على السوق مش عايزين ننسى أن السوق كان بيمر باتجاه هبوطي أو حركة هبوطية حادة جدا وعنيفة وبالتالي أي ارتداد لأعلى حيبقى ارتداد تصحيحي يعني ممكن تظهر القوة الباعية تاني علشان بس الناس تبقى فاهمة لو لقيت أن المؤشر بيتراجع خلال جلسة النهاردة أو جلسة الغد ده حيبقى برضو أمر طبيعي لأن أي ارتداد تصحيحي الأعلى لازم حيتبعه معاودة ظهور القوة الباعية مجددا هذا كان حيكون سؤالي إيهاب هل بتشوف أنه هالارتفاعات القوية هتستمر أنت فصرت أنه أريد نحن كنا نشوف الترند هبوطي وبالتالي عمليات تصحيح لربما تكون شورت ليفت نحن في أول جلسة لهذا الأسبوع ماذا سوف تراقب في السوق المصرية وأيضا ما هي توقعاتك هل في ظل المجرى وهل الارتفاعات التي شفناها اليوم يمكن نشوف أسبوع فيه كثير من التدبدب على مستوى التدولات يعني أعتقد أننا سنراقب أسعار الدولار بشكل رئيسي ونراقب تحركات الأجانب لأن زي ما قلنا برضو فيه بعد الإعلان عن خبر خفض سعر الفايدة أن هناك مخاطرة أخدها المركزي بهذا القرار لأن المخاطرة دي يعني زي ما أوضحنا أسبابها ما زالت موجودة وبالتالي لازم نشوف الأجانب هتعمل إيه في السندات تحديدا وفي سوق الأسهم إيه اللي ممكن يحصل على مدار جلسات الأسبوع الحالي وممكن نولي الأسبوع المقبل كمان لأن دي اللي هتدينا إشارة على أن الموضوع انتهى بالفعل وأن الأمور استقررت تماما وبالتالي يبتدي السوق يستفيد من الخفض اللي حصل في أسعار الفايدة حتى موضوع الشهادات مش هيكون مقلق قوي أنه هو ثبت الشهادات أو أن البنوك الحكومية ثبتت الشهادات عند المستويات السابقة 14% لأن في النهاية اللي بيعنينا هو سعر الإقراض علشان يحصل تشجيع لاستثمار أو مناخ الاستثمار بشكل عام التوقعاتي للسوق إن زي ما قلت حقيق قبل سؤال حياتك إن السوق من الطبيعي إن هو ممكن يلقى ضغط بيعي خلال جلسة النهاردة مع النص التاني أو جلسة بكرة نتيجة طبيعية جدا لأن إحنا متراجعين بشكل حاد وبالتالي الارتداد ده حق أرباح لبعض المستثمرين سهم زي البنك التجاري وصل إلى 70 جنيه النهاردة بنتكلم في 79 جنيه فطبيعي جدا إنه ممكن يظهر عمليات جاني أرباح في هذا السهم أو في معظم الأسهم يعني شهادة ارتفاع بالإضافة إلى إن الناس اللي اتحبست أو السوق نزل بيها وما لحقتش تبيع مما لا يشك فيه حيكون فيه يعني حتفعل نظرية ندم المستثمرين وأول ما الأسعار هتقرب بينهم حيبتدوا يبيعهم لكن التراجع ده هو اللي هيحدد لنا قدرة السوق على استعاب الأخبار السلبية اللي حصلتهم نسمى استعادة الاتجاه الصاعد ولا هنستكمل الحركة الهبوطية اللي كانت موجودة إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة وصول تداول أوراق المالية شكرا جزيلا لك